الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تكلمنا في ما سبق عن مجموعة من الحالات التحميل او اوضاع التحميل قلنا الحمل ممكن يكون على يعني مؤثر في نقطة واحدة point load وشفنا كيف بنحسب الاسترس او الاديشنال استرس ات اني بوينت اه لوكيتد ات زيت ديبث تقع على بعد معين تحت اللي هو سطح نقطة التأثير كذلك الامر طورنا الحالة وقلنا لو في عنا مجموعة من النقاط اللانهائية في عددها انه بيصير عبارة عن line load برضو شفنا كيف اللي هو بنتعامل معها شفنا المعادلات او العلاقات المستنبطة من نظرية المرونة او اللي دونة كيف ممكن اللي هو نحسبها كذلك الامر طورنا انه خلينا الحركة بدل ما تكون في اتجاهها اتصارت في اتجاهين لكن في الاتجاه التاني خليناها محدودة الطول بي معروف وشفنا كيف تنحسب وقلنا هنا النقطة الها علاقتين او الها تقع خارج نطاق القاعدة اذا وقعت خارج نطاق القاعدة المسألة سهلة بنطبق اللي هي المعادلة اللي احنا شايفينها اللي هي تتكون من ثلاث اطراف او ثلاثة كومبوننت المركب الاول والمركب الثاني او عبارة عن زوايا بالريديان يمين ويسار القاعدة من السنتر حيعطيني نفس القيام اقولنا الحالة التالتة نبدأ انتبه لها انه الزاوية التيرم الاول يجب ان يكون موجب لكن اذا كانت النقطة تقع تحت القاعدة حلاحظ ان التيرم هذا بصير سالب لذلك علشان اتفادى هذه المشكلة وكمودفيكيشن للمعادلة بروح بضيف تيرم باي لا اللي هو اي المعادلة اذا بصير المعادلة بدل الشكل هذا بتاخد اللي هو شكل باضافة قيمة باي الها وشفنا اللي هو الجداول اللي هي على بيه ومن خلالهم بطلع اللي هي دلتا زد عليكي وشو بتساوي هاي هنا عندنا الجدول هاي هنا كذلك عندنا فيجرز ممكن استخدمها هادي الفجر قلنا بتوضح اللي هو شكل لسترس تحت القاعدة وواضح تماما انه كلما زاد العمق بنلاحظ انه التأثير بجيل وهذا امر طبيعي وكل ما كنا اقراب جدا الى القاعدة كل مكان اللي هو تأثير اللود او تأثير القاعدة بالاديشنا للسترس بكون اعلى وشفنا مثال لنقطة تقع اسفل القاعدة وطبقنا عليها هاي هنا المعادلة اضفنا هاي هنا التيرم باي للمعادلة وعرفنا قديش قيمة المركب الاول لقناه ماينس بوينت سعبعة تمانية خمسة المركب التاني بوينت تلاتة اتنين اتنين المركب بالرادين طبعا المركب التالي ماينس بوينت تمانية جمعناهم طلع بوينت تسعة زيرو تنين جمعناهم طبعا ما اخذ الاعتبار الاشارة تمام حسب اللي هو او عوضنا عنهم في المعادلة اللي هي المعادلة الاصلية هاي هنا مع اخذ اللي باعتبار الاشارة الاشارتين التانية والتالتة ماينس ماينس فطلع معنا بوينت تسعة زيرو تنين لو رحت عملت تشك على التابل حلاقي الكلام بعطيني نفس النتيجة وبالتالي دلتا زد مضربها بوينت تسعة زيرو تنين في كيو بعطيني تسعين بوينت تو هذا بمثلي كيرف لسترس تحت القاعدة بلاحظ انه اكبر قيمة هتكون في السنتر تحت القاعدة على اي مستوى بغض النظر قديش المستوى طبعا هذا حل المثال مش القيم لكن الشكل العام حيمثلي اللي هو اكبر قيمة ومن ثم بلاقي انه الكيرف بشكل متماثل بتقل قيمه الى انت كات تصل الى زيرو على بعد معين من اللي هو مركز القاعدة او مركز لستريب فوتينج كذلك الامر تكلمنا لو كان الحمل مش يونفار عبارة عن شكل مثلث وقلنا انه المسألة هنا بدنا ننتبه لالفة ودلتا الفة هي عبارة عن الزاوية المحصورة بين بداية الحمل ونهاية الحمل ونقطة التأثير ودلتا هي عبارة عن الزاوية من المحور العمودي الى بداية اللي هو كيو او اكبر قيمة لكيو في المثلث على ان تكون اللي هي قراءة الزاوية عكس عقارب الساعة وهي القانون اللي نستخدمه في عملية حساب طبعا الفة بالريديان وقلنا اكدنا على انو دلتا يجب الانتباه الى اشارتها وشوفنا اللي هو هاي كذلك الامر عندنا مجموعة من الجداول وشوفنا اللي هو المثال اللي حلنا مع بعض وصلنا لعند حاجة بنسميها الامباكمين لودنج الامباكمين لودنج الامباكمين معناها سد وفي الغالي بكون سد ترابي يوضع من اجل اللي هو جعل هناك منسوب يمينه عن يساره للمياه ياخد عدة اشكال ممكن ياخد الشكل اللي احنا شايفينه ممكن ياخد اللي هو شكل اخر زي ما احنا نشوف بعد قليل لكن الحالة اللي بنيت عليها المعادلة وهذا اللي بدنا نتبه له هي هذه الحالة سواء كانت بالشكل اللي احنا شايفينه او ميرور لهذه الحالة يعني لو كان المثلث لحاله نتقل هان نعمله ميرور اجه هان صار مثلث ويونفور برضو نفس القضية برضو عندنا زاوية الفة واحد و الفة ايني وزد و بي وان و بي تو و اتش اتش تمثل سيرت شارج او اللي هو الاستريس وتساوي جاما للتربة لانه قلنا هدا السادة عبارة عن حاجز ترابي في اتش يعني قيمة اللود المؤثرة على المنطقة هادي اتش تساوي كو او كو تساوي جاما في اتش باللاحظ انه كو حتكون هنا يونفورم ات بي وان خلال بي وان وخلال بي تو حتكون متغيرة تغير خطي ننتبه ل الف واحد و الف اتنين وزيد و اتش و بي وان و بي تو شو معنى المعادلة ببساطة هيها دلتا سيجما زيد تساوي كو نود على باي يفتح قوس يفتح كمان قوس بي وان زائد بي تو على بي تو في الف واحد زائد الف اتنين ناقص بي وان على بي تو في الف اتنين وسكر اللي هي لقواس وير كو تساوي جاما في اتش و جاما اللي هي اليونت ويت للامباكمنت سويل و اتش هي الهايت اف امباكمنت سويل مع ملاحظة الكلام اللي حكنا انه الزوايا هنا برضو اشملها بالريديان الف واحد و الف بالريديان الف واحد الريديان و الف اتنين هاي ايش قيمته سيمبليفايد عشان طبعا المسألة هنا بلاحظ انه فيه لا تخلو من عملية صعوبة في الحسابات سهلنا المسألة و لانه هنا بي ون و بي تو و بي تو و بي ون و بي تو و ألفة و ألفة يعني بيصيروا تقريبا اللي هو كونستانس فاليوز بتغير ز فروحنا اللي هو اوجدنا معادلة تساوي كيو نود دلتا سيجما زد تساوي كيو نود في اي تو اي تو اللي هي عبارة عن الترم كامل هذا فانكشن اللحظ انه هايو في فيجرة عشرة هاي اي تو وهي بي تو على زد وهي بي ون على زد اذا من خلال معرفتنا لبي تو على زد و بي ون على زد بنستطيع ايجاد او حساب قيمة اي تو مثال على هذا الكلام عنا ان امباكمنت is shown ان فيجر عشرة واحد وعشرين دي تير مدى السرس انكريز اندر امباكمنت ات بوينت اي وان اي تو لاحظ انه النقطة اي وان تقع على منتصف الامباكمنت هذا كله بنسميه امباكمنت لكن الكيس اللي موجود عندي تمثل هذا الشكل فلازم اجزئ الشكل الى ان يصبح بهذا الشكل الشكل اللي موجود عندي يصبح مطابق للشكل اللي انا استنتجت او استنتجت من خلاله المعادلة هاينا بدنا نقسمه من النص بيصير اليمين واليسار متماثلين وفي نفس الوقت يمكن تطبيق المعادلة المعادلة عليهم طيب علشان احلهم بدي اي وان اول حاجة اي وان اللي هي فيها تماثل وبعدين اي 2 بنشوف كيف بننحل اي وان هايها قسمتهم هاي اي وان على بعد خمسة قسمت اللي هو اليمباكمنت الى جزئين متماثلين يمين يسار كيو تساوي على زد اربع طاعش على خمسة اثنين وثمانية من عشر لاحظ اليمين واليسار نفس الشيء اذا بروح لالفجر بي وان على زد اثنين ونص على خمسة هاي بي وان على زد اثنين ونص على خمسة اللي هي نص وبي تو على زد اثنين وثمانية من عشر هاي نص الكير وهاي اثنين وثمانية من عشر تقريبا في المنطقة هاي نطلع لعندي اللي هي النص بنلاقي انه القيمة حتطلع تقريبا ها اثن القيمة اللي هتنته جمعية هي عبارة عن 0.445 ولانه اليمين يساوي اليسار فالحمل اللي على A 1 عبارة عن جزئين مركبتين جزء من اليمين وجزء اخر من اليسار وبسبب التماثل فقط بنضربه في اثنين بنقول انه هذه القيمة تساوي هذه القيمة اذن 0.445 من اليمين و 0.445 من اليسار هين جمعتهم مع بعض ضربتهم في كيو طلع الادشنال استرس ات بوينت A1 109 0 3 طيب هل قيت بدنا الادشنال استرس ات بوينت A2 بنلاحظ انه الشكل A2 هنا لو بدي ااخده بالشكل هذا بشبهش الحالة اللي موجود عندي اللي استنتجت من خلال هالمعادنة فلابد اني احوره الى شكل يشبه هذا الشكل سواء يمين او يسار مش مشكلة سواء بالوضعية هادي او ميرور للوضعية هادي مش مشكلة فايش بدي اصوي بدي اضيف جزء واطرح جزء ببساطة هاي رحنا ضيفنا مثلث هاي قيمته من هاللهان احنا كانت المسافة عندنا قديش خمس من هاللهان خمس ومن هاللهان من هاللهان 2.5 ومن هاللهان 11.5 معنى ذلك من هاللهان المسافة قديش هتكون 11.5 ناقص 2.5 اللي هي 9 هاي 9 والارتفاع عندي المنطق هادي بدي اخده اللي هو باي انتربوليشن بدي اشوف قديش الارتفاع عن طريق اقتشاب والمثلثات عندي النقطة هادي 7 طوله 14 فعلى بعد 5 قديش هيكون الارتفاع بحسبه وبلاقي انه الارتفاع هيكون عندي 4.5 اذا 4.5 ضرب 17 نص هاي هاي اصر عندي مثلث اضفته لمين للشكل حتى يصبح جزء الايمن عبارة عن امباكمنت متكامل يصبح الشكل اللي استنبطت من خلاله المعادلة او استنتجت من خلاله المعادلة صارت بي 1 14 وبي 2 كذلك الامر ايش 14 وهاي النقطة حالة تماما مماثلة للمعادلة اللي مستنتجة من عندي حسب الشكل هذا وبالتالي بستطيع ان اطبق القانون عليها طب الجزء اللي انا اضفته هذا ببساطة انا لو اضفت الجزء وطرحته بمشي فهذا عندي شكل مثلث احنا اخذنا كيفية حساب الادشنال سترس اندر لود على شكل مثلث الكل اللي على point a2 هيطلع عبارة sigma 1 delta sigma 1 زائد 2 minus a3 نشوف كل واحدة منهم كيف هنجيبها نيجي اول حاجة اللي هو الامباكمنت او ل left side b2 5 و b1 0 5 0 وبالتالي b2 على زد 5 على خمسة b1 على زد 0 على خمسة نفس الشكل او نفس الفجر ممكن اللي هي فجر 10 على 20 نطبق بنلاقي انه اي 2 تساوي point 2 4 وبالتالي الادشنال from this triangle يساوي 10.5 كل ميتر مربع طب الميدل section b2 14 على خمسة b1 على زد 14 وردو على خمسة 2 8 من 10 2 8 من 10 i بلقيها point 4 9 5 وبالتالي الادشنال 60 point 64 طيب المثلث اللي اضفنا اللي لازم نطرحه b2 على زد 9 على خمسة b1 على زد 0 على خمسة بلقي انه عندي 26 point 3 8 اذا هلقيت total additional عبارة عن العشرة ونص زائد 60 point 64 ناقص 26 point 38 ويساوي 44 point 76 بناللاحظ شغلة a1 309 و a2 44 لاحظ وضع طبيعي و logic و منطق بقول انه a1 الحميل اللي جاي عليها نتيجة الانباكمنت هدا ها يكون اكبر من a2 وبالتالي لو اثناء الحسابات صار معك خطأ او يعني لحظة الجواب a2 اكبر من a1 بكل بساطة بدك تعرف انه عندك ايش صار خطأ في العملية الحسابية ولازم اللي هو يتراجع نفسك فالنقاط لازم تعطيك على الاقل الاجو اندقائشن انه القيم اللي عندك منطقية طيب خلصنا هالجيتا اللي هو نوعين ممكن يكونوا موجودات عندنا بكثرة اللي هو لما يكون طوله اكبر بكثير من عرضه والامباكمنت كذلك الامر نيجي ننتقل الى اللي هو القواعد الاكثر شيوعا اللي احنا منشوف عندنا في المباني في قواعد تحت الاعمد طيب اول حاجة هناخد الكيس الاولى اللي هي الدائرة وانا حابب اني احسب في مركز الدائرة تحت يعني في نقطة تحت مركز الدائرة يعني ار ار اللي هو زيرو ار اللي هي قطر ونصف قطر اللي هي القواعد لكن ال deinen اللي بكثLink انها بتعود اللي هو المركز النقطة هيها تماما تحت مركز الدائرة وريد احسب اللي هي حلاج المسألة في غاية البساطة هاي عندي ايش معادلة بدلالة الرادياس للقاعدة والديبث وطالما ان المعادلة هذا التيرم هذا كله بدلالة الرادياس والديبث بكل بساطة ممكن اعمله جدوى هاي الجدوى برضو القيم من زد على من زيرو الى ايش الى خمس لو كانت اكبر او لحبيت اني انا ابحث عن بعد اكبر من هيك اكبر من خمسة او اكبر من ستة او اكبر من عشرة او ايا كان هلاحظ ان القيم تصغر بشكل كبير جدا وبيبدأ اللي هو تتلاشى يعني تأثير اللي هي الادشنال سرس بيبدأ يتلاشى وهذا يعني مقابق لما هو على ارض الواقع انه كل ما نزلنا في الارض تحت باللاحظ انه القيم الاجهادات الاضافية لناشئة من المباني او المشاءات اللي على سطح التربة بتكون تكاد تكون تسوي صفر في حين انه عند سطح التلامس بنلاقي انه القيمة يشملها واحد بمعنى كامل اليونفورم لود بيجي على وين عند سطح اللي هو التلامس طب هادي سبيشال كيس طبعا كيو هنا اللي هو اليونفورم برشار اللي جاي على القاعدة واللي هو عبارة عن حمل العمود مقسوم على مساحة القاعدة حمل العمود مقسوم على مساحة القاعدة يعني لو العمود مية طن والقاعدة مساحتها على سبيل المثال اربعة بنقول مية تقسيم اربعة وتسويه خمسة وعشر طب هادي كيس سبيشال كيس طيب لو بدي اخذ الجنرال كيس البرتكال اللي says at any point below يونفورملي loaded سيركولار المعادلة هيها دلتا سيجما زت تسوي اي داش زائد بي داش اي داش وبي داش فانكشن فو زد على ار و ار اللي كانت هناك تسوي صفر اذا متذكرين على ار ار كابتال ار اسمول هي عبارة عن هيها بعد النقطة عن مركز الدائرة زد بعد النقطة عمق النقطة عن سطح تلامس الدائرة و ار كابتال هي عبارة عن نص قطور الدائرة اي داش و بي داش اعطانا اياهم هاي هم في جذاول هاي زد على ار بدلالة زد على ار بدلالة ار على ار هاي القيام هادي لأيه داش هاي بي داش بالتالي بقدر اني اعرف اي داش و بي داش وببساطة ببساطة بقدر اطبق اضرب في كيو بيعطيني قديش قيمة الادتشنال الادتشنال انكريز ان فيرتيكال سترس هاي هانا كذلك الامر في عنا رسم في جو في جو ر اعرف او زد على ار بعطيني اللي هو مقدار اللي هو الادتشنال على كيو دلتا زد على اكيو مثال على هذا الكلام كنسيدر ينفورمي اللي لودد فليكسبيل سيركال الاريا عن جران سيرفاس از شون ان فجر عشرة تلاتة وعشرين عشرة تلاتة وعشرين اللي هو الفجر الاساسي اللي هو هذا هذا قطر قطر نص قطر الدايرة تلاتة متر و ينفورم لود كيو لتو ميت كيلون يو كل متر ورب كالكولي الانكريز فيرتيكال بإمكاننا نحلها على المعادلة الأولينية اللي هي المعادلة هادي وبإمكاننا برضو نحلها على المعادلة هادي زي ما حنشوف هاي هنا المعادلة R تساوي ثلاثة Q تساوي مية إذن بدي أوجد قيم A داش وB داش لمن R في المركز تساوي صفر على R كابيتل صفر على ثلاثة تساوي صفر إذن باجي لها العمود هذا هاي R على R تساوي R على R تساوي إيش تساوي صفر بنجي للعمود هذا R على R تساوي صفر وبناخد اللي هي القيم المقابلة لو Z على R أنا بإمكاني أخذ كل النقاط هادي إذا حبيت ونرسقه وتعمل لها فجرة لكن هو ما أعطيك نقاط معينة قال لك بدي إياها لما تكون واحد ونص لما تكون ثلاثة أربعة ونص ستة اللي هي قيم Z إذن بدينا نيجي نعمل تيبل هاي Z هايها واحد ونص ثلاثة أربعة ونص ستة اطنعش Z على R نص واحد واحد ونص اطنعش بلنروح للجدول اقبال النص هايها نعطيكم مثال واحد على الأقل هايها مثلا اقبال النص بوينت خمسة خمسة اتنين سبعة تسعة نقربها لبوينت خمسة خمسة تلاتة نشوف هل هنا هي فعلا بوينت خمسة خمسة تلاتة هايها كذلك الأمر اقبال التلاتة أو اقبال الواحد نشوف هل هي بوينت 293 بوينت 293 هيا وهكذا الباقي اللي هي النقاط بنحسبها كذلك الامر نفس الشيء بنحسب لبي ثم A plus B مضروبة في Q يعطيني اللي هو قيمة لاحظ قضية مهمة جدا انه احنا قلنا انه كلما زاد العمق كلما قل تأثير للحميل على النقطة والزيادة تقل تأثيرها لاحظ انه كلما ننزل لزحيت 91 انزلنا صارت 64 انزلنا للاخر صارت 87 طبعا لو اخدنا اعماق اخرى حلجيها تقريبا تقول الى ايش الصفر الحالة التانية انه لو كانت R تبعد مسافة 4.5 متر هيا اذا R على R هنا 4.5 3.1.5 نفس الكلام تماما الا انه بدنا نستبدل الكلام تبع R على R بدل ما هو 0 بدنا ناخد واحد ونص يعني الكلام الواحد ونص اللي هو هذا بدنا ناخد ومن ثم نعيد الحسابات تتوقعوا الريزلت ستكون اعلى ولا اقل بالتأكيد طالما انه بتعد عن المركز ستكون اقل ولو ربما اقل بكثير كمان لانه هنا 4.5 مسافة كبيرة نسبيا فحاللاحظ اعمل مقارنة هنا 91 هنا 6 هنا 64 هنا 12 13 12 هنا ايش 6.5 طبعا الفقر فاكرينه الفقر اللي قلنا انه بيصل الى حد قيمة عظمى ومن ثم اشماله بيبدأ يقل في النقاط اللي خارج قطار اللي هو القاعد طيب اخر نوع من انواع اللي هي القواعد انه ريكتانجولر او سكوير لوديد ايري القاعدة تكون ريكتانجولر او سكوير هنا الاشتقاق او المعادلة اللي اشتقت اشتقت على نقطة تقع اسفل كورنر من الكورنر تبعة القاعدة يعني على كورنر مش في السنتر ولا اي مكان لا على كورنر من الكورنر يعني لاحظ هنا النقطة وبالتالي عند حل اي مسألة يجب ان نجعل اي في كورنر لشكل مستطيل او مربع من الاشكال عشان نقدر نطبق اللي هي اي المعادلة هذه لاحظ المعادلة هذه معادلة تكاملية تساوي في النهاية كو في اي ثلاثة و اي ثلاثة هاي term مش رح الصدر كبير بدلالة ام و ان و ام هي عبارة عن بي على ز و ان هي عبارة عن ال على ز بي على ز و ان هي عبارة عن ال على ز طبعا بي و ال هو عرض وطول القاعدة عرض القاعدة وطول القاعدة لو كان سكوير بيكون تنتين اي شمالهم ام تساوي ان في هاد الحالة طي نفس الكلام اللي حكيناه انه هادول terms term هذا عبارة على الريديان و لازم يكون positive طب لو كان term متى ممكن يكون negative بلاحظ انه انا ام تربيع زائد ان تربيع زائد واحد ناقص القيمة هادي فلو ام تربيع زائد الان تربيع زائد الواحد طلعت اقل من ام تربيع ان تربيع term هذا بطلع اي شماله negative عشان عشان احاول او احل اعمل موديفكيشن اني بروح بسوي زي ما شفنا قبل شوية اني بروح بعمل ايش بضيف باي شود بي ادد دو ذات انجل اذن بضيف اللي هو قيمة باي لا اللي هو الزاوية وبديش انسى انه الزاوية اجمالها الراديان هاي اي ثلاثة بدلالة ام وان هاي كذلك الامر استكمال هاي هنا فقر بوضح لام وان واي ثلاثة ممكن استخدم التيبلز او الفقر سيان والانكريز هاي على سبيل المثال لو انا بدي افترض انه قديش نقطة على عمق زد اسمها اي داش تحت القاعدة اللي هي ابعادها بي وال بدي احسب الانكريز اديشنا السترس قديش ببساطة بدي اروح اقسم الشكل الى اشكال بحيث انه اي تكون ايش كورنار في كل شكل منه هاي هاي انا قسمت الاربعة منلاحظم المصارت هي كورنار في الشكل واحد وكورنار في الشكل ال Out وكورنار في الشكل التالاذ وكورنار في الشكل اربعة صار هذا الو ابعاد الشكل واحد والشكل الاث اربعة الو لابعاد يعني L وB بطال الم لكل واحد منهم لحدة على حدة وقو هي عبارة عن الاديشنال اس تريس فرون واح واحد 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 من الاربة لو انا بدي احسب للسنتر بلاحظ ان في السنتر هنا ستصبح كيس انه بي او طول المستطيل سيصبح بي على اثنين وعندي اربعة اذا ايش بسوي بلاحظ انه اوجدنا تيرم اضافي بدل اي ثلاثة صارت اي اربعة وقلنا انه بنوجد اي اربعة بي كيو في اي اربعة لكن لو حبينا نحلها على الشكل هداك انه نوجد لالتينين ال على تينين وبي على تينين ومن ثم نضرب الاجابة نضربها في اربعة ممكن بزبط تمام لكن هنا اللي هو هي هنا عندي اي اربعة تيرم هذا وهي جدول من خلاله ام داش او ام وان اللي هي هاي على بي وان وان زد على بي وبي بي على اثنين بي سمول بي على اثنين بي كابتل على اثنين هاي ان وام من خلالها بقدر اوجد اللي هي ايش اي فور هاي هاي كذلك الامير فجر لاجاد اي فور ونشوف اللي هو المثال الاتي مثال المثال 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 خارج اطار المستطيل خارج اطار القاعدة القاعدة ثلاثة في اثنين والنقطة على بعد واحد من مين من القاعدة المثال المثال أطار المثال تقريبا خارج اطار المثال ونشوف الضوء اطرح الواحد الشكل هذا مكافئ لمجموع الشكلين هدول فباجي بحسب نتيجة الشكل هذا وبطرح منه نتيجة الشكل هذا بيعطيني اللي هو الريزلت هذا هي إذن دلتا زيد تساوي دلتا زيد واحد ناقص دلتا زيد تنين إذن M للأولى الحالة الأولى هيها بدي أحسبها B على زيد هي 2 على 4 لأنه 4 وقل على زيد 4 على 4 نص و 1 نروح على التابل أو على الفقر وجدنا أي 3 تساوي 1 2 2 2 5 وبالتالي الادشنال تساوي 18 بوينت 3 8 بدينا نروح على الفقر الثاني B على زيد نضيفنا 1 هذه 1 على 4 وقل على زيد طبعا الطول صار عرض والعرض صار طول هنا نبدأ كتنة به B على زيد 1 على 4 واثنين على ايش على اربعة بوينت ربع نص اوجدنا فيما سبعة واحد اذا الادشنال توتال اديشنال دا الحالة الاصلية 18.38 ناقص 7.1 وتسوي 11.28 مثال اخر عندي شكل هاي عبارة عن قاعدة عليها حمل 150 كيلو نوتين لكل متر مربع determine the vertical stress at point A لاحظ هايها A هنا مش جاي على corner والشكل هدا لهو مستطيل ولا هو ايش دائرة ولهذا لكن يمكن تقسيمه الى 3 اجزاء ممكن انا اجل اسمه الى نص دائرة ومستطيلين بلاحظ المستطيلين A جاي على corner الهم ونص الدائرة احنا درسنا كيفية نحسب under center of circle وبالتالي هنا نص دائرة فبكون الحمل نصه بالاضافة الى اللي هو الادشنال من المستطيل الاول والمستطيل التاني نشوف كل واحدة كيف ها نحسبها هاي فليكسبل ايريا ديفايدد انتو 3 بارت هاينا بنا نشمحهم هاي الى الدائرة اللي شفناها R واحد ونص هايها وزد تساوي 3 وكيو الدبط طبعا يساوي 3 هايها المسافة من هلها وكيو تساو مية وخمسين عوضنا 21.3 اذا من نص الدائرة جيلي قديش 21.3 المستطيلين هاي هم مستطيل وهي مستطيل ابعادهم واحد ونص في 8 واحد ونص في 8 لاحظ انهم متماثلين وبالتالي بحسب واحد وبضرب ايش في اتنين M تساوي واحد ونص على 3 وN تساوي 8 على 3 من M وN من التيبل او من الفيجر بروح بحسب I3 هاينا حسبناها اذا دلتا قلنا للشكل التاني تساوي الشكل التالت وتساوي Q في I3 وتساوي 20.48 طب التوتل هو عبارة عن 20.48 زائد 20.48 زائد الدائرة او نص الدائرة 21.3 ويساوي 62.26 لاحظ ان الحمل كان مباشرة Z equal 0 hand يساوي 150 على بعد 3 متر في النقطة هذه قل او تناقص من 150 الى 62.2 هذا الكلام كله هذه المعادلات هذه الاشهر الحالات او الحالات اللي هي الشائعة واللي ممكن نوجهها في حياتنا العملية اخر نقطة في الشابتر influence charge for vertical pressure المعادلة تبعت الدائرة 10.26 هايها بهذا الشكل يمكن اعادة كتبتها بحيث انها تصبح بهذا الشكل R over Z تساوي الجذر التربيع الى 1 ناقص delta sigma Z على Q S minus 3 minus 3 ناقص 1 note that ناقص ناقص R على Z and delta Z على Q 10 11 11 اذا R على Z مقارنة براتيوز delta Z الادشنال على الأكت والبرشير اللي هو الأساس السيرفس عند سطح القاعدة مع سطح التربة هذا ستعطيني نسبة ممكن تكون 10% 20% 30% فالنسبة هذه مع الار على زد رسمناهم او اوجدناهم في تيبل هاي اذا لما تكون دلتا زد على كيو تساوي صفر بمعنى انه الزيادة صفر هذا الكلام بيكون ار على زد تساوي صفر ومتى بتكون ار على زد تساوي صفر لما تكون زد مالة نهاية كبيرة جدا ار هي قطر الدائرة اذا فكرين اذا زد بتكون كبيرة جدا طيب لما تكون ار كيو دلتا زد على كيو تساوي واحد متى هذه بتكون تساوي واحد دلتا زد على كيو تساوي صفر بمعنى انه الزيادة يساوي صفر ار على زد بدها تكون ايش تساوي الصفر بمعنى انه كبيرة جدا اه قيمة كبيرة جدا وهذه قيمة صغيرة فهتكون ايش تساوي صفر صحيح طيب هنا عند سطح التلامس بتكون تساوي واحد فار على زد تساوي مالة نهاية وهذا صحيح لانه زد ساعتها تساوي صفر اي قيمة على صفر تساوي ايش مالة نهاية اذا هاي اللي هو القيم استطاع اللي هو العالم نيو مارك في الالب تساعمية وثنين 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 لاني تايب او ايش اه فليكسبيل اريا او ايش لودد فليكسبيل يونفورمي لودد هاي يلاحظ دار بالك لودد فليكسبيل اريا او ايش شرط اساسي يونفورمي يونفورمي اند اللي هي ايش والانيشيب مش مشكلة اللي هو يكون مستطيل دائرة مربع اي حاج خطواتها بغاية البساطة يعني سهلة تحدد زد اللي بدك تحسب عندها في عندك سكيل زد هذا طوله بدي يكون مساوي لطول وحدة قياس الرسم اللي هيها هنا رسمناها ايه على بيه هنا في شغلتين بدنا اعرفهم اللي هي تساوي واحدة لان وان هي عدد الاشكال المكونة هنا لو لحظنا عدناهم من هان هاي واحد تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة cemos это الانفلوانس اللي هو تشارت الانفلوانس اتشارت فزت بدها تكون مساوية بنخليها طولها طول وحدة اللي هو لسكيل او اللي هي اب بلايس ذابلان بنحط اللي هو القاعدة بحيث النقطة المراد حسابها تكون فوق لتشارت مباشرة وبعدين نطبق المعادلة دلتا زت تساوي IVQM IV الانفلوانس فاليو اللي هي قلنا 5 من الف توي انفلوانس فاليو والبرشار اللي هو والم اللي هي عدد الوحدات اللي احنا عدناهم count number of elements ببساطة هنشوف هذا الكلام في المثال cross section of a plant and plant of column footing are shown in figure 10 32a find the increase in vertical stress at point a high point a على بعد 3 اذا زد تساوي 3 زد تساوي 3 اذا بتروح القاعدة عندي 3 في 3 بدي الثلاثة اشوفها كم واحدة من هاتي هاتي بتخليها اعتبر a b طول هذا يساوي 3 وبالتالي انا بدي ارسم واضح لانه هن 3 وابعاد القاعدة 3 في 3 بدي ارسم مربع طول ضلعه يساوي المسافة من a to b هنا حالة خاصة لانه القاعدة مربعة والدبس النقطة اللي انا بحسب عندها ايش مالها مربعة طب لو فرضنا انه كانت اللي هي واحد ونص زد بدي اضاعف ايش مساحة القاعدة يعني بدي اخلي اللي هو ايش بدي هاي ويكون هذا على هذا يساوي واحد ونص وبالتالي اذا كان القاعدة عبادها 3 في 3 معنا ذلك انه كل ضلع بدي يكون ضعف المسافة from a to b يعني بدي يكون من هاللهان وارسم اللي هو ايش شكل القاعدة هاي شكل القاعدة رسمنا ولاحظ انه مربع لانه القاعدة مربعة والمسافة من هاللهان هي عبارة عن a to b طيب الامر التاني قالك اللي هو النقطة ايه هايها حطها تماما فوق المركز الخطوة التالتة ببساطة تعال عد اكم واحدة عندك هاي واحدة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهكذا طبعا لو في عندك مسافات زي هادي مش كاملة بتروح انت ايش بتقدرها تقدير يعني هادي وهادي مش كاملات مثلا ممكن تعتبرهم التنتين واحدة وهادي وهادي تعتبرهم واحدة وهكذا بتعد عدد عادي ومن ثم بتطبق المعادة واحد على ان اللي هي خمسة من الف اللي هو هايو الانفلوانس تشارت طبعا الانفلوانس تشارت ثابت لكل تشارت انت بتستخدمه التشارت هو عبارة عن زي ما قلنا مجموعة من اللي هو الدوائر تمام تمثل اللي هي العلاقة بين R على Z والهادي رادي المجموعة من اللي هي الاقطار لمرسومة بحيث انه تقسم اللي هو الشكل الى مسافات متساوية يعني هادي وساوي هادي وساوي هادي وساوي بمعنى المزاوية بين الاشكال هادي بدها تكون اشمالها او بين الخطوط هادي بدها تكون متساوية هاينا عدناهم خمسة من الف تمانية واربين ونص طلي عدو هاي ايش قل لك ارسم A B تساوي تلاتة بلاست حطو انصت شوي A وعد بعدها The number of element inside the outline of the plan is about تمانية واربين ونص وبالتالي هاي تمانية واربين ونص طب الشي هادي هي هادي كيو اللي هي load of كولوم اللي جاي على الكولوم هاي وستمائة وستين كيلو نيوتين على مساحة القاعدة اللي هي تلاتة في تلاتة اللي هي بعطيني كيو اذا additional stress at point A عبارة عن 17.78 هنا additional stress عبارة عن 17.78 لا حابب انت تتأكد بامكانك اللي هو تروح تحل هذا الشكل المربع تحله عن طريق اللي هو شكل المربع انه طبعا ممكن هاي عبارة عن مستطيلين تقسمو هاي باللاحظة بتيجي على كورنر المستطيل هذا اللي ابعاده تلاتة في واحد ونص وكذلك الامر فيه تماثل مع المستطيل الاخر اللي هو ابعاده تلاتة في واحد ونص وتحسب وتضربها في اتنين في الاخر حيعطيك قطعا نفس اللي هو الاجابة يعني الى حدين ما بهيك بنكون شبتر عشرة اللي هو كان يعني انا بعتبره من الشباتر المهمة جدا اللي بوضح طبيعة العلاقة او كيفية انتقال او توزيع الاسترس تحت القاعدة وعلى الجانب اي القاعدة في طبقات التربة اللي بتقع اسفل منسوب القاعدة واللي هذا الكلام بفيدنا بشكل كبير جدا في اللي هو ان شاء الله الشبتر القادم اللي بتكلم عن الكونسليديشن والشباتر اللي في بداية مساق الفاونديشن اللي بتتكلم عن السيتلمنت بهمني كتير اني اعرف قديش مقدار الزيادة اللي حدثت في عمليه طبعا الانيشل سيتلمنت مسألة سهلة بس في الكونسليديشن لانه بتحدث عبر زمن بهمني كتير اعرف قديش مقدار الزيادة اللي حدثت على الحمل عشان اقدر احدد مقدار الكونسليديشن اه يعني امل انه تكون الفكرة ان شاء الله وصلتكم وتكونوا قادرين على اه يعني قراءة وحل الاسئلة اللي موجودة في الكتاب يعني على امل اللقاء بكم ان شاء الله نستطيعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته